تقول يعني أنا أعلم بأن السجود على الأعضاء السبعة تقول يعني لما نسجد على الأرض ونضع أقدامنا الأصبع الصغير في الرجلين تقول ما يكون على الأرض ما حكم ذلك يعني أختيهم سلامة بارك الله فيك الأصل أن يضع الإنسان قدميه أصابع قدميه ولو لم يضع إلا أصبع واحد أجزأه ولله الحمد فالقدر الواجب من السجود على الأعضاء السبعة أن يلمس العضو الأرض أن يلمس العضو الأرض الجبهة يعني لو مثلا إنسان طرف الجبهة ما حط الجبهة كلها أجزأه لكن الأفضل الجبهة مع الأنف طبعا اليدين على أي حال طبعا السنة أن يضع اليدين بهذه الطريقة مستقبل القبلة باصطه مع الأرض لكن لو جاء شخص وحط مثلا بالطريقة هذه ما أستطيعه بتلصالات أقول وضع يديه أتى بالقدر المجزئ لكن خالف السنة كذلك الأصابع لأن أصابع الرجلين ليست باختيارك أن تكون بمثلا الطول والقصر هي خلق الله عز وجل ولذلك تضعين القدر الذي تستطيعينه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم فالأوسط واللي بعده ما يصل الأرض ما في شيء حتى لو كان الإبهام فقط